فيديو اليوم رح نحكي عن احداث الحلقة العاشة من مستسر الكندوش الجزء الثاني بعد ارتفاع واترت التشويق خصوصي بعد فضيحة امل وبعد رفض عزمي تبرئة مصطفى من المتأخر وام مصطفى بتهدده بفضيحة بنته بكل الحارة وخصوصي بانه عنده اندليل وهي الرسائل وعزمي بقول للكل انه هو بيعرف تربيته لبنته وما حدا رح يصدقه وام مصطفى بتقول له حوله حتى لو عرفوا بانك متزوج بالسر فعزمي بينصدم وكمان امل ومصطفى ونبيها وامر بعدين عزمي بياخد امل وبرجعه معه على البيت وبرفض بقاءة عندهم ومصطفى بيفكر بامل وبيشعر بالندم على فعلته ونبيها بتقول لامر للمستحيل انه تعمل امل امر مثل هذا الشي وامر بتكون خايفة من اخبار نبيها بالحقيقة الكاملة عزمي بيجي عالبيت مع امل وهون نهلة بتتفاجأ فيهم وامل بتبكي بتروح على غرفتها ونهلة بتلحق فيها وامل بتحكي لكل شي صار انه هي ما بدا انه تضل عندهم وبتنصدم نهلة كتير وبتبكي معها بعدين بتروح لعند عزمي بتقول له لازم ما نسكت لام مصطفى ولازم يجيب حق امل منها من ابن مصطفى ياسمين بتكتشف انه هي حامل وبتكون متوترة وما بتعرف اذا كان لازم تحكي لعزمي او انه تخفي الموضوع عنه وبتقوم بزيارة ام مصطفى وام مصطفى بتحط لها شروط وبتطلب مبلغ كبير من المال وإلا رح تفتحها وبتكشف قصة كاملة مع عزمي واللي عملته بأمل وبعدين عزمي ما رح يسكت ورح ينتقم منها اشد الانتقام ياسمين بتكون خايفة من انه تكشفها ام مصطفى للكل وبتحاول ياسمين تكسب ام مصطفى لصفة وبتوافق على اعطاء مبلغ من المال اللي طلبته ومديحة بتحكي لشريف كل شي صار بمنزل ام مصطفى وعن فضيحة امل وشريف بيكون متفاجئ كيف ياسمين بتعمل كل هاد وشو الشي اللي بينه وبين عزمي لهي الدرجة